الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين ثم أما بعد أعزاء الطلاب إن أكبر القضايا التي حدثت في تاريخ فكرنا الإسلامي هي قضية خلق القرآن ادعى بعض الفرق أن القرآن كلام الله مخلوق بينما أهل السنة والجماعة على أن كلام الله قديم بقدم ثاته وقد راح ضحية هذه القضية أئمة كبار ومن هؤلاء الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه القضية الإمام أحمد كما تعلم أعزاء الطلاب حيث قال إن القرآن كلام الله قديم وثبت في محنة وهو ما عرف بمحنة خلق القرآن القرآن كلام الله القديم ولم يلد في القرآن ما يدل على أنه حادث أو أنه غير مخلوق وهكذا استدل الإمام أحمد في وجه خصومه ما زالت فرق تدعي أن القرآن كلام يحتاج إلى دخل أو يجوز فيه إدخال العقل وهؤلاء هم المحدثون بينما أسلافهم وأساتذتهم الذين يرون أن كلام الله حادث قد عف عليهم الزمن واستطاع الإمام أحمد أن يكون بينهم وفي وجههم كالأسد حينما يزأر على فريسته نعم القرآن كلام الله غير مخلوق وهناك أدلة كبار على أن هذه حقيقة الحقائق أهل السنة والجماعة يرون أن كلام الله قديم وقد ذكروا من الأدلة ما يناصب لقومهم العداء ويؤكد على صدق مدعاهم وأنهم يستندون إلى كتاب الله وسنة رسوله فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تكلم الله به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إن التكلم الذي صدر عن الحق تبارك وتعالى هو حقيقة الحقائق الذي أكد عليه أهل السنة بأدلتهم أما الأدلات من الكتاب فهي كثيرة في سورة التوبة يشير الحق تبارك وتعالى إلى أن القرآن كلام الله وهو قديم يقول تبارك وتعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَأْمَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ فختام الآية يؤكد على أن الذين يدعون أن كلام الله حادث وأنه غير قديم أكدت الآية في بدايتها أن المشركين هم الذين يقولون ذلك فالله تبارك وتعالى يؤكد على أن كلام الله مسموع إذن كلام الله ثابت وأنه يسمع وقوله تبارك وتعالى وَاتْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ لا يتبدل كلام الله عز وجل وهو ما أوحى به الله إلى نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم أيضا الأدل على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى في مطلع سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الكتاب هو القرآن أنزلناه الضمير يعود على القرآن أي أنزله الله تبارك وتعالى على حبيبه محمد ويعرف به النبي صلى الله عليه وسلم الله للناس وليخرجهم من الظلمات إلى النور وفي سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أنظر إلى هذه الآية العظيمة تؤكد على أن القرآن نازل بلغة العرب وأن القرآن قد تحدى الله عز وجل به العرب أهل الفصاعة والبلاغة وأن القرآن منزله ربك على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل على لسانك لأن القلب هو مكمن الأشياء العظام والقلب هو به العقائد والقرآن هو من مكررات العقيدة الصحيحة التي يكون محلها القلب أبناء الشباب كذلك من الأدلة على أن القرآن قديم وهو أنه غير مخلوق قوله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين الله تبارك وتعالى فرق هنا بين الخلق والأمر إذ الواو هنا هي واو العطف والمعطوف يختلف عن المعطوف عليه ويغيره إذ لو كان القرآن مخلوقا لقال الله ألا له الخلق ألا له الأمر وهما معا لكن قال ألا له الخلق والأمر والقرآن أمر وليس خلق فدل ذلك على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق وهو القرآن